مرة اعزاز ومرة الباب ومرة جرابلوس هكذا تفاجأ هذه المدن عادة بتفجيرات او قصف صاروخي يستهدف المدنيين والمصدر هو نيران ميليشيا سوريا الديمقراطية المتمركزة في منطقة تنرفعة شمال حلب وفي احدث هجوم قتل ثلاثة مدنيين واصيب ستة اخرون بقصف شنته ميليشيا سوريا الديمقراطية على مدينة اعزاز الجيش الوطني رد على الفور بقصف لتجمعات ميليشيا سوريا الديمقراطية في تنرفعة موقعا نحو عشرين قتيلا بين صفوفهم تزامن ذلك مع غضب شعبي وتظاهرات تطالب بعملية عسكرية لطرد هذه الميليشيا من المنطقة القصف العشوائي وعمليات التفجير التي تدبرها ميليشيا سوريا الديمقراطية كانت سببا في ارباك المشهد الامني ومقتل وجرح مئات المدنيين منذ سنوات عبر العبوات الناسفة او الصواريخ الموجهة وتتهم فصال المعارضة موسكو بدعم الميليشيا في منطقة تنرفعة وامدادها بالسلاح حيث تستكمل الدور الامريكي في دعم هذه الميليشيا في المناطق البعيدة عن الوجود الامريكي في شرق الفورات وتعتبر مدينة تنرفعة ذات كثافة سكانية كبيرة وتسكنها غالبية عربية تم تهجيرهم وإحلال محلهم عائلات مقاتل سوريا الديمقراطية وفرض عملية تغيين ديمغرافي ومحو الهوية العربية وتزوير حاضر المنطقة كما هو معمول به في مناطق شرق الفورات مصادر في المعارضة المسلحة أشارت إلى أن استعادة مدينة تنرفعة بات ضرورة قصوى لتأمين مناطق درع الفورات وغصن الزيتون وإبعاد المخاطر الأمنية عنها كما أن أنقرات ترى طرد ميليشيا سوريا الديمقراطية من هذه المنطقة أولوية في أي عملية عسكرية قادمة